طب احنا ممكن نسمع حاجة من الجديد؟ من الشكل الجديد؟ كان عندي مشكلة اسمها بخافي زعلو أخيراً لقيت حلها وحالاً هعلنو واللي عايز يزعل يزعل ويخرج من حياتي بكل هدوء أعصاب لحد الباب هوصلو واللي عايز يزعل يزعل ويخرج من حياتي بكل هدوء أعصاب لحد الباب هوصلو بكل هدوء أعصاب لحد الباب هوصلو يعني العايز يزعل يزعل شوف انت كنت بتغني في البداية التسعينات بحلم معاك وانت معايا سلام وأمان وحال هو ده حلنا يعني انت وصفت حلنا بتغير الشكل اللي عايز يزعل يزعل أنا حوصلو لحد الباب خد الباب وراك خد الباب وراك وريحنا طيب انت يعني لسه بدأت تنزل حاجات متخوف والمطرب دايماً بيبقى عنده قلق انه حتى لهو مكمل المشوار متخوف ولا جاهز للمواجهة زي ما بيقولوا بصي أنا يعني عارف المسأل أو البيت الشعر طول عمري بحب البيت الشعر ده ده ابو القاسم الشابي بيقولك من يتهيب صعودة الجبال يعيش أبداً دهري بين الحفر لو فضلنا نقول ده أخاف منه وده أخاف منه هنفضل قاعدين في بيتنا مش هنعمل حاجة لا نشتغل ونغير ونغير ونجرب ومش عارف ايه وفي الآخر كله توفيق من ربنا يعني ما فيش حاجة مهما كانت هي في الآخر توفيق من رب العالمين فنجرب الغنوة دي مكسرت دنيا دي ونزلت على السوشيال ميديا وده تتحس وده البديد تحس رب الناس وصلت ملايين وملايين يعني على السوشيال ميديا الحمد لله وده دك إحساس مختلف ده إحساس يعني من زمان ما حستوش من زمان من زمان كنت محتاجه محتاجه جدا جدا إحساس النجاح وإحساس أنك ترجع بقوة وتبقي تفكر الناس بك بقوة صح وغير كده يعني لما بتنجح حاجة الناس فورا بتروح للقديم لشغلك القديم يشوفوا طب كنت بتعمل إيه طبعا لأنه كمان المطرب لما بيطلع يغني بيغني زي ما بتقوله ريبرتوار بيقول كل حاجته قديم وجديد والناس بتبقى مزيد في الحفلات أكيد الناس بتبقى مبسوطة لا